السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبات المدارس التجارية شعبة قانون أهلا وسهلا بكم النهاردة هنتكلم في مادة الأحوال الشخصية مادة الأحوال الشخصية سريعا احنا عرفنا انها بتبدأ بالخطبة الخطبة خدنا فيها التعريف خدنا فيها الشروط خدنا فيها الموانع وعرفنا ان الخطبة هي مجرد مقدمة لعقد الزواج ليست شرطة وليست ركنان بعد الكطبة اتكلمنا بعد كده عن عقد الزواج عرفنا عقد الزواج وعرفنا أركانه فيه أركان حسب المذاب المختلفة ولكن الأركان المتفق عليها لما الإجاب والقبول بعد كده اتكلمنا في مجموعة من الشروط زي الشروط الصحة وشروط النفاذ والشروط القانونية والشروط القانونية اللي سمعت دعوة الزواجية وما إلى ذلك بعد شروط عقد الزواج اتكلمنا فيه أنواع العقد زي العقد اللازم والعقد التام والعقد الموقوف والعقد الباطل بعد ما خلصنا عنو عقد الزواج كلمنا عن آثار عقد الزواج وآثار العقد اللي هي الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجين الزوج والزوجة اتكلمنا عن حقوق الزوجة اللي هو المهر وكلمنا عن حقوق الزوج اللي هو حق الولاية وحق التأديم بالإضافة للحقوق المشتركة حقوق المشتركة زي الميراس كلمنا في الميراس وشوفنا نصيب الرجل من الميراس ونصيب المرأة من الميراس في حالة وجود أولاد أو عدم وجود أولاد واتكلمنا عن النفق وبعد ما اتكلمنا عن المراس اتكلمنا عن الطلاق وقلنا ان الطلاق هو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او المقال بلفز يفيد ذلك صراحة او كتابة او بالاشارة المفهوم واتكلمنا عن انواع الطلاق وبدأنا نقول ان الطلاق انواع من حيث الرجعة لهو طلاق رجعي وطلاق بائن طلاق الرجعي قلنا هو الطلاق الذي يستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته الى عصمته مادمت في العدة دون رضاه ده اول نوع من انواع الطلاق لهو اسمه انطلاق الرجعي نوع الثاني هو الطلاق الذي يستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته الى عصمته دون رضاه ما دامت في العدة ده معناه اذا العدة انتهيت يبقى بيتحول منطلاق الرجعي الى طلاق بائن يعني ما يقدرش يرجعها الا برضاه يعني بعقد ومهر جديد طيب قلنا هي الرجعة الرجعة هي استدامة علاقة الزواج طوال فترة العدة ثاني الرجعة هي استدامة او ديمة علاقة الزواج طوال فترة العدة وده اللي بنسميه الزواج الحكمي يعني هي لسه تعتبر في حكم زوجت عشان كده يقدر يرجعها طب حصل ان هو رجعها واختلف في الرجعة ده اللي نبدأ نتكلم فيه النهاردة اختلاف الزوجين في الرجعة عندنا اول فرض اذا ادعى الزوج اذا ادعى الزوج مراجعة زوجته والعدة لم تنتهي فالقول قوله هو ده منطقي احنا قلنا مدامة المرأة في العدة يقدر يرجعها دون رضاها طب هو بقول لأنا رجعتك ويبتقول لأ Mayoratنيش والعدة طب ما خلصتش طب خلاص رجعتك يبقى ان القول قول الفرض الثاني اذا ادعى الزوج مراجعة زوجته والعدة انتهت هنا بقى العدة انتهت والعدة بيقيم لها مدة حد قد 60 يوم العدة انتهت فعليه ان يثبت ذلك اما اذا لم يثبت ذلك فالقول هنا قول المرأة مع اليمين يعني هنا العدة انتهت وقال لأ انا رجعتك وقال لأ انت ما رجعتنيش هنا هنا ناخد بقول المرأة ولكن تحلف يمين الحالة الثالثة إذا كان الاختلاف بينهما في صحة الرجعة يعني هو رجعة ولكن كانت الرجعة غير صحيحة وادعت أن العدة انتهت وكانت المدة التي مضت تسمح بذلك فالقول قوله يعني هنا الرجعة قالت أن الرجعة غير صحيحة والعدة انتهت والمدة بتعتها انتهت هنا ناخد بقول مين بقول المرأة لأن هنا بنقول أن الرجعة غير صحيح لأن الرجعة لها شروط الرجعة لها شروط الافتراض الرابع إذا كان الاختلاف بينهما بين الزوج والزوجة في صحة الرجعة ودعت أن العدة انتهت وكانت المدة التي مضت المدة الحد الأدنى للرجعة يعني التي مضت لا تسمح بذلك وهي ستونة يوما على الأقل فلا تصدق المرأة يعني هنا الست قالت أن الرجعة ليس صحيحة بس المدة ما انتهتش يعني خلال الستين يوم فهنا لا تصدق المرأة والقول قول الرجل كده يبقى خلصنا النوع الأولاني من أنواع الطلاق وهو الطلاق الرجعي وأنه الطلاق الذي يستطيع فيه الرجل مراجعة زوجته مدامت في العدة دون رضا يعني لا يشترط موافقة المرأة وأن ليه حالات وليه شرط النوع الثاني من أنواع الطلاق هو الطلاق الباقي ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق ما خلهش كله بنفس الدرجة وبنفس الأثر ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي فرصة للزوج أنه هو يصلح تصرع أو يصلح شيء هو ندم عليه زي الطلاق فخلاله الطلاق الرجعي طيب هيفضل على طول طلاق رجعي كل ما يطلق يرجع لا طبعا ما ينفعش فخلاله أن في حالات معينة الطلاق هيتحول أو هيكون الطلاق من الأول كده طلاق باقي إيه هو الطلاق الباقي؟ الطلاق الباقي هو الطلاق الذي يمكن أن يراجع الرجل امرأته ولكن بعقد جديد ومهر جديد طالما قلت عقد جديد يبقى أنه لازم موافقة المرأة موافقة الزوجة لأن العقد الأولاني انتهى الطلاق الباقي ينهي أصار العقد الأديم نقول الثاني هو الذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقاته في العدة بإرادته المنفردة وهو نوعان يبقى إذا أنا مش بإرادته المنفردة يعني لازم الزوجة توافق والطلاق الباقي النوعين طلاق باقي بينونا صغرى ده اللي هنبدأ به طلاق باقي بينونا صغرى وتعريفه يمكن فيه استئناف الحياة الزوجية بين المطلق ومطلقته بعقد ومهر جديدين تاني هنقول الطلاق الباقي بينونا صغرى عشان في نوع تاني من الطلاق الباقي لسا نتكلم معه عنه بعدين يمكن فيه استئناف الحياة الزوجية بين المطلق ومطلقته بعقد ومهر جديدين طب إيه أحواله؟ يعني إمتى طيب يكون الطلاق طلاق باقي يعني ما ينفعش أن الرجل يرجع مراته غصبا عنه لازم هي توافق وأنه توافق يعني إيه؟ يعني عقد جديد ومه جديد أول حالة الطلاق قبل الدخول الحقيقي يعني عقد عليها ولم يحدث دخوله ثم طلقها يبقى أنا مش بيقردته يقول أنت لسه كاتب كتابك وتطلق وترجعها ما ينفعش فهنا ربنا سبحانه وتعالى خلى الطلاق في الحالة دي طلاق باقي يبقى أنت كده بانت نيتك أن أنت من الأول بتطلق لا ده طلاق باقي يبقى هي لو عايزة ترجع لك بيقردته توافق ما ترجعش غصبا عنها النوع الثاني الطلاق على مال يعني الطلاق على مال يعني المرأة دفعت الرجل المال علشان يطلقها يبقى ما ينفعش أنه ياخد منها فلوس أو أي مقابل مش شرط فلوس أي مقابل مادي أو مالي وبعد ما يطلقها يرجعها تاني يبقى كده بينصب عليها فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى حكم الطلاق على ماله وطلاق باقي يعني عايزة يرجعها يبقى مهري جديد وبعقد جديد الحالة الثالثة الطلاق الذي يقعه القاضي القاضي هو ولي الأمر يعتبر فبالتالي لا يجوز للقاضي أنه يقع طلاق والرجل يرجع زوجتي فبالتالي أنا ما ينفعش فبالتالي الطلاق الذي يقعه القاضي هو طلاق باقي بيننا صغرى إلا نوع واحد هنتكلم عنه بعدين اللي هو الطلاق لعدم الإنفاق ده الطلاق الوحيد الوحيد اللي بيعتبر طلاق رجعي بشروط معينة هنتكلم عنه في وقته طب الطلاق الباقي بيننا صغرى إيه حكمه وآثاره ودي ده برضه من النقاط المهمة أول حاجة بقاء الحل وزوال الملك إيه هو الحل وإيه هو الملك الحل يعني حلال ترجع له مش محرم عليه طب إذا ولي الملك يعني ما ينفعش ترجع بمزاجه في الطلاق الرجعي بيبقى الحل والملك في الطلاق الرجعي بيبقى للرجل الحل والملك يعني بيبقى له الحل والملك يعني حلال ترجع له وبملكه ترجع له بدون موافقات يا مدامة في العد أما الطلاق الباقي بيننا صغرى يبقى الحل ويزول الملك يبقى الحل يعني حلال ترجع له ولكن بعقده مهر جديد يبقى لأنه مش بقردته مش بملكه الأثر الثاني نقصا عدد التلاقات التي يملك الرجل قلنا ربنا سبحانه وتعالى إذا كان جعل الطلاق حق للرجل فقيده بعدد من الطلاقات حتى قيده بآثاره شفنا الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائل حتى لا سوء استخدام الطلاق طبعا يعني ثلاثة الأثر الثالث يصبح مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين أقرب الأجلين لما الموت أو الطلاق ما هو الأجل بينتهي بالنسبة على الأقة الزوجية يابل الموت يابل الطلاق أصبح هذا المؤخر واجب الأداء بمعنى إيه؟ إن العقد الأولاني طالما انتهى بالطلاق البائن فلازم أثاره كمان تتأدى أو تتنفذ ومن أثاره مؤخر الصداق يعني المرأة لو لها مؤخر صداق لازم لازم تاخده بالنسبة للطلاق البائن بينونا صغر الحالة الرابعة أو الأثر الرابع لا يرف أحد الزوجين الآخر خلاص هنا الطلاق البائن أنهى العلاقة تماما أنهى العلاقة تماما يعني الرجل والمرأة لم يصبح بينهم أي علاقة على عكس الطلاق الرجعي طلاق الرجعي إذا المرأة أو الرجل مات في العدة ينس أحدهم الآخر لأنهم بيكونوا في حالة زواج حكمي أما الطلاق البائن بينهي العلاقة تماما بين الرجل والمرأة خلاص إذا بنقول تاني لا يارس أحد الزوجين الآخر إلا إذا كان في مرض الموت آه هنا بقى الرجل كان في مرض الموت وعاوز يحرم مراته من الميراس فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه مراده وفي معظم الأوقات الفقهية أن المرأة تارس إذا كان الرجل يريد أن يفر بالطلاق من الميراس ده بنسميه طلاق الفار الفار يعني العوز يهرب أنه يحرم مراته من الميراس وعارف أن الطلاق البائن هيحرمها من الميراس فيطلقها ويموت في الحالة تارس ردا على نيته السيئة النوع الثاني من أنواع الطلاق البائن هو الطلاق البائن بينونا كبرى يبقى إذن الطلاق البائن كم نوع؟ نوعين بائن بينونا صغرى وبائن بينونا كبرى نعرف الطلاق البائن بينونا كبرى وتعريفه مهم هو ما لا يملك الرجل فيه مراجعة المرأة بل تحرم عليه تحرم عليه يبقى لا يقدر يرجعها وفي نفس الوقت يبقى تمحرم عليه يعني فقد الملك والحل يبقى نقولهم تاني كده مع بعض في الطلاق الرجعي لا يفقد الملك والحل في الطلاق البائن بينونا صغرى يفقد الملك ولا يفقد الحل يعني ممكن ترجع له بعقد جديد طب التلاقي اللي بيننا كبرى يفقد الملك والحل يعني حتى لو هي عايزة ترجع له ما ينفعش وتصبح محرم عليه تحريم مؤقت ده اللي احنا اتكلمنا عنه في ضمن شروط الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت وكان من ضمن حالات التحريم المؤقت المرأة المطلقة سلاسا بالنسبة لمطلقة نقول تاني هو ما لا يملك الرجل فيه مراجعة المرأة بل تحرم عليه حرمة مؤقتة لا تنتهي لا تنتهي هذه الحرمة إلا إذا تزوجت بزوج آخر ونشوف شروط الزواج بزوج آخر عشان نينفع تحليل الزوج الأول ويكون الطلاق بائن بيننا كبرى في حالة واحدة فقط وهو الطلاق المكمل لسلاس يعني طلقها مرة ورجعها وطلقها مرة ورجعها كده بقى اتنين رحمة طلقة التالتة هنا ربنا سبحانه وتعالى شرعه لا يجوز اللعب به ما ينفعش فالربنا سبحانه وتعالى هنا حدد قالوا لا خلاص طالما طلقتها التالتة أصبحت محرمة عليك تحريم مؤقت فلا يجوز لها أن تحل لك حتى لو بإرادتها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ونشوف شروط الزواج بالزوج الآخر طب إيه حكم الطلاق البائن بيننا كبرى نقول إذا طلق الرجل زوجتي طلقة بائنة كبرى أصبحت محرمة عليه تحريما مؤقتا ولا يجوز له لاختلاء بها أثاره تصبح محرمة ويفقد الملك والحل ولا يتوارث بينهما ويحل مؤخر الصداق لأن زي ما قلنا الطلاق البائن بيننا صغرى بينهي أثار العقد القديم فمن باب أولى من باب أولى أن الطلاق البائن بيننا كبرى أيضا أيضا ينهي أثار العقد فبالتالي وينهي العقد تماما فبيحل المؤخر وبيحل الصداق ولا يتوارث بينهما طيب قلت أن المرأة تصبح محرمة على الرجل تحريم مؤقت ولا يجوز لها أنها ترجع لي ولو بإرادة إلا إذا تزوجت من آخر ده بيخلينا نتكلم عن حاجة اسمها زواج التحليل فقهاء المذب الحنفي بيقول إذا لم يشترت التحليل إذا لم يشترت يعني لم يتكتب شرط كده صراحة في العقد أن أنت يا زوج يا جديد جاي محلل طيب إذا لم يشترت التحليل في العقد فإن الزواج صحيح وتحل به المرأة للزوج الأول بس بشرط إيه دخول الزوج الثاني بها زي الجملة اللي احنا عارفنا لابد أن يدخل بها هي دي يبقى هنا بالتالي الست مهما عقدت للمطلقة طلق بين بيننا كبرى مهما عقدت أكتر من مرة ولم يحدث دخول بها لا تحل المطلقة الذي طلق بين بيننا كبرى إلا إذا دخل بها طيب دي الحل الأولانية إذا لم يشترت التحليل طيب نفترض إذا كان التحليل مشروط يعني اتكتب كده في العقد يا فلان أنت جاي محلل هنا بنقول فسد الشرط وصح العقد فسد الشرط لأنه شرط فاسد وصح العقد وكان الزواج صحيحا غير باطل يعني نقول الشرط دو كأنه مش موجود وعقد الزواج صحيح كده خلصنا أنواع الطلاق من حيث الرجعة تاني أنواع الطلاق من حيث الرجعة هو الطلاق الرجعي والذي يستطيع فيه رجل مراجعة زوجته إلى عصماته ما دمت في العدة دون رضاها ودون عقد الطلاق البائم بيننا الصغرى هو الذي يمكن أن تعود المرأة إلى زوجها ولكن بعقد جديد ومهر جديد الطلاق البائم بيننا كبرى لو لي حالة واحدة بس اللي هو إذا كانت تطلقى الثالثة ودوت في الحالة ديتنا لا يجوز للمرأة أن ترجع إلى مطلقها إلا إذا تزوجت بآخر ودخل بها التأسيمة الثانية للطلاق هو أقسام الطلاق بالنظر إلى صيغته الصيغة يعني الصيغة المستخدمة من حيث الأدوات الشارط ومن حيث الزمن المستخدم فيه وما إلى ذلك النوع الأول اسمه الطلاق المنجز عارف كده لما تقول إنجز يعني دلوقتي الطلاق المنجز بهو إيه؟ هو ما قصد به إقاع الطلاق في الحال زي ما الرجل كده يقول لمراته أنت طالق لا طلاق إيه؟ طلاق منجز يعني يقع به الطلاق في الحال النوع الثاني الطلاق المضاف هنا بقى مضاف إلى زمن المستقبل هنا الصيغة بيضاف لها زمن المستقبل أي إقاع الطلاق في زمن المستقبل مثل من يقول لزوجتي أنت طالق أولى الشهر يجعل الطلاق أولى الشهر لأنه يملكه الآن فإذا يملكه بعد ذلك نوع الثالث من أنواع الطلاق من حيث سيغاتي هو الطلاق المعلق ودوات اللي فيه كلام كتير والأسف دوات اللي الناس بيستخدامه وبنرجع هنا فيها لنية الزوج هو الطلاق المعلق هو تعليق الطلاق على أمر أو شرط في المستقبل بأداء من أدوات الشرط أدوات الشرط لها إن وإذا ولو بأداء من أدوات الشرط كأن يقول زوجتي أنت طالق إن خرجتي من البيت هنا هو علق الطلاق على خروج زوجته من البيت يعني طول ما هي عادة في البيت هي ما اطلقتش هنا الكلام دوات فيه أرأفق هي كتير الخلاصة إيه إذا أراد الرجل الطلاق معلقاً ذلك على شرط زي يقول لمراته لو وديتيني خمس سلاف جنيه أنت طالق هنا في الحالة ديت الطلاق يقع لو وديتيني العربية ديت أنت طالق هنا الطلاق يقع لأنه هو عاوز الطلاق بس معلقه على حاجة مادية هو عايز الطلاق ولكن معلقه على حاجة مادية على مقابل يبقى نقول تاني إذا أراد الرجل الطلاق معلقاً ذلك على شرط مثل قوله أنت طالق إن فديتي نفسك بمبلغ كذا هنا يقع الطلاق إن قبلت وافتدت نفسه لأنه يقصد الطلاق وليس أمراً آخر هو عايز يطلقها بس عايز أي مصلحة طيب نفترض فردي تاني إذا قال زوجتي طالق إن لم أدع شرب الخمر هو هنا الهدف إن هو عاوز يتوب مش عاوز يشرب خمر بس غلط وقال زوجتي طالق إذا ما بطلتش خمر هو مش عاوز يطلق مراته بس عاوز يحلف بالنسبة له حاجة غالية قوي عليه اللي هي مراته إنه يحلف بالطلاق زوجتي طالق إذا ما بطلتش خمر هنا في الحالة دي تلا يقع الطلاق والعودة إلى نية الرجل لأن الهدف هو الامتناع عن شرب شيء محر ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع الطلاق المعلق وذهب البعض الآخر إلى اعتباره مجرد يمين العبرة إيه بقى القانون في مصر خد إيه القانون خد بالرأي الأخراني اللي هو مجرد يمين تاركاً الأمر إلى نية الزوج يعني هنجيب الزوج ونقول له أنت لما كنت بتحلف وقلت إذا عملت كذا أنت طالق كنت تقصد حلفان يمين ولا تقصد طلاق إذا قال لا ده لمراتي حبيبتي أنا أقصد يمين بيعمل كفارتي اليمين إذا قال لا أمش عايزة أقصد طلاق يبقى طلاق وتتحسب عليه طلقة حسب نوع كده خلصنا الطلاق وإن هو الطلاق هو بيكون حل ضروري إذا كانت الحياة الزوجية مستحيلة إذا كانت هتستمر الحياة الزوجية بضرر شديد على الزوج والزوجة أو على الأبناء يعني فيه ضرر أكتر من استمرار طب نفترض إن الزوجة رفضة زوجة بتقول له طلقني هو رفض الطلاق كان زمان بنشوف كده في الأفلام طلقني هو رفض وجبه في بيت الطاعة والكلام اللي إحنا كنا بنشوفه زمان ده لكن ده طبعا غير شرعي وغير قانوني دلوقتي وأصبع في حاجة اسمها الخلع الخلع هو طريق شرعي موجود من زمان من زمان من أيام رسول صلى الله عليه وسلم وفيها حديث وردت في الخلع بتلجأ بي الزوجة لتفتدي نفسها من زوجة هي لا تحبه طب غضو طب إيه هو تعريف الخلع الخلع الذي أبقى حول الإسلام مأخوذ من خلع الثوب حيث قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله العظيم هن لهم النساء وأنتم لهم الرجال ويسمى الفداء لأن المرأة بتفتدي نفسها هي خلاص مش قادرة إن هي تستمر في هذه العلاقة الزوجية وزوجها رفضوا أن يطلقها فتفتدي نفسها بأي شيء قد يكون المؤخر وقد يكون أي تقدمة أخر وقد عرفه الفقاء تعريف الفقه تعريف الفقه بقى فراق الرجل زوجته ده اللي هنحفاظه جماعة فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفز الخلع بدل يعني مقابل تاني نقول تاني التعريف تعريف الفقه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفز الخلع تبقى الحكمة من تشريع الخلع زي ما قلت من شوية هو باب فتحه الله ليفرج به قرب امرأة قرب يعني الست عايشة في قرب مع زوج تبغضوا أو زوج سيء الخلق أو بيعملها معاملة سيئة وعمل أولادها معاملة سيئة فهو باب ربنا سبحانه وتعالى فتحه للمرأة لزوج يرفض طلق فترفع أمرأة إلى القضاء وقلت من شوية أن القاضي هو ولي الأمر الذي نلجأ إليه عند الاحتياج طيب المال الذي يجوز أغزه طيب إحنا قلنا من شوية أن المرأة بتفتدي يعني الراجل بياخد مال طيب إيهو المال الذي يجوز أغزه في مذهبين المذهب الأولاني يجوز للرجل أن يأخذ ما تم الاتفاق عليه يعني هاخلعك وديك 100 ألف هاخلعك وديك عربية هاخلعك وديك شاء حسب الاتفاق ده المذهب الأولاني المذهب الثاني بيقول لا يجوز للرجل أن يأخذ أكثر من الصداقة الذي يدفعه يعني كان يديه 10.000 جنيه مهر ما ياخدش أكتر من 10.000 وممنوع ياخد أكتر من كان دفع 50 ألف ياخد الـ 50 ألف بس أنت مش بتجر أنت دفعت مهر تاخده زي ما هو حسب الاتفاق بين الرجل والمرأة على الخلع ورأي الثاني نهى أن الرجل يأخذ أكثر من الصداق اللي هو المهر يعني الذي دفعه طيب أرأي العلماء في تكييف الخلع كلمة تكييف يعني بنيديه الوصف بنيديه الوصف قانوني ذهب جمهور الفقهاء لأن الخلع طلاقا وليس فسغا طبعا فيه فرق بين الطلاق والفسغ يبقى جمهور الفقهاء يعني غالبية أراء الفقهاء المعترف بها طلاقا وليس فسغا وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جات له الصحابية وكانت طلبة أن هي تطلق من زوجها رد عليه الحديقة وطلقها تطليقا هنا رد عليه الحديقة وطلقها تطليقا فهنا أصبح هنا الخلع في حكم الطلاق ولاس الفسغ طيب المحكمة طيب خلاص الست رحت المحكمة وطلبة الخلع من القاضي اللي هو ليه الأمر هل القاضي هيستجيب على طول المرأة كده أول ما تروح له عزخل عجوزي لا تمام أمين نخلع للجوزي لا طبعا لازم الأول بيحاول يعمل محاولات للصلح المحكمة لا تقضي بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الرجل والمرأة وبتديهم مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يعني بتديهم مدة مثلا يا راحت طلبة الخلع بتديهم مدة ثلاث شهور هذه المدة وبتنضب يعني بتديم أو بتعين حكمين واحد من أهل واحد من أهلها الحكمين دولة هم اللي بيقوموا بمحاولة الصلح وفي نهاية المدة بيرفع تقريرهم للقاضي بإذا كان الصلح نجح أو فشل في نهاية المدة بتاعته ولا يصح ولا يصح أن يكون الخلع مقابل التنازل عن الحضان ولا يصح أن يكون الخلع مقابل أن المرأة تترك البيت والخلع كحكم قضائي غير قابل للطعن عليه يعني الحكم بيعتبر هنا حكم نهائي زي ما خدنا فيه المرافعات بتاعت سنة تانية الخلع كحكم قضائي لا يجوز الطعن عليه لأنه ما ينفعش القاضي يخلع ونطعن ورجع المرأة بعد ما خدت حكم بالخلع ويكون دفعت أو تنزلت عن المهر بتاعها شروط الخلع بها طبعا الخلع هنا يعني يعتبر أصعب من الطلاق شوية وشروطه تختلف شوية عن الطلاق احنا شفنا في الطلاق كان فيه شروط المطلق وشروط المطلقة شروط الخلع واحد أن يقع الخلع من زوج يصح طلاقه البلغ والعقل هنا لازم عشان يقع الخلع يكون رجل أو زوج يصح طلاقه يعني بالغ عاقل فبالتالي المجنون لا يقع الخلع منه والقاصر لا يقع الخلع منه شرط التاني أن تكون الزوجة محلا للطلاق يعني محلا للطلاق يعني على زمته يعني عقد زواج صحيح وكان يجوز خلع المطلقة طلاقا رجعين وهي في العدة يعني واحد جزء طلاق طلاق رجعين وهي في العدة خافت أنه يرجعها فتقدر تخلعها إزاي؟ لحنا قلنا أن الطلاق الرجع عبارة عن إيه زواج إيه؟ حكمي شرط التالت رضى الزوجين يعني الزوج والزوجة لازم يكونوا موافقين وخصوصا الزوجة لأن هي لها تدفع الشرط الرابع أن يكون الخلع مقابل عوض عوض يعني زي تعويض تدفعه مين؟ الزوجة لأن هي اللي مش عايزة أو هي اللي رفضة أو هي اللي طلبها الخلع مهكز الشرط الخامس أن تكون أصيغة بلفز الخلع أو ما يدل على ذلك كالإبراء يعني تقول له بريتك من حقوقي أو الافتداء تقول له فديت نفسي بكذا أو الإشارة المعروفة ده في حالة إذا كانوا لا يستقل اللهم من ما بيتكلموش طيب شروط إيجابة المحكمة الزوجة إلى طلب مخالعة زوجها هنا المحكمة شفنا أنها لازم تعرض الصلحة على الزوجة مرتين بتفصل بينهم 30 يوم الأول بتديهم مهلة ثلاث شهور بتديهم مهلة بعد كده المرة التانية بديفصل من المرة الأولينية والمرة التانية 30 يوم وما تزدش على 60 يوم وبتعين حكمين في سبيل ذلك حكمين يكونوا من أهلهم من أهلهم حكم من أهله أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة والمحكمة لا تحكم بالخلع إلا بعد أن تقارر زوجة صراحة صراحة أنها تبقى زوجة لازمت كده تقول أمام الآضي أنا أبقى زوجي طيب إيه مقدر بدل الخلع عندي ثلاث حالات الحالة الأولينية إذا كانت الكراها يعني الست هي اللي بتكره الكراها من المرأة للرجل شخصيا دون أئزاء منه يعني هو رجل زال فل وجميل وممتاز وحلو وكل حاجة وبيعملها كواس بس يمشي عايزاء خلاص يبينها يقدر الرجل يأخذ أكثر مما دفع كتعويض لي طيب الحالة التانية إذا كان النفور من جانب الزوج يعني هو اللي مكرهها في عشته هو اللي مزقه في عشته هو اللي يصيق معاملتها في الحالة هنا يكره إنه ياخد بدل يكره إنه ياخد بدل يعني ده أنت اللي مكرهها وفي عشته ومن عشته تطلقها تضطرت ترفع خلع يبقى يكره يكره ده فقهيا إنه ياخد بدل الفرض التالت أن الكراها مشترك هما الاتنين مشتائين بعض هنا في الحالة ديت الزوج يأخذ مثل ما أعطى يعني اللي زيادة ولو ناس لأنه أنت كاره ويا كاره دفعت كم عشر بنقيس الحالة دي على حسب مين اللي كاره مين اللي مش عايز لو الزوج اللي كارها يبقى الزوج ياخد اللي دفعه أو زيادة لو الزوج هو اللي مكرهها في عشتها يبقى يحرم إنه ياخد لو هما الاتنين مشتائين بعض ياخد اللي دفعه دون زيادة أو نقصة شروط العوض طيب هي الحاجة اللي ممكن الزوج ياخدها مقابل الخلق واحد أن يكون مما يصح تملكه وبيعه يعني يكون حاجة عادية جدا عربية لكن ما نفعش طبعا يبقى حاجة يعني مسروقة ما نفعش تبقى حاجة حرام وهكذا يبقى الشرط الأولاني أن يكون مما يصح تملكه وبيعه فليجوز الخلق بمال حرام ويقع الطلاق ويرد المال يبقى هنا إذا خلع الزوجة أو الزوجة إذا خلعت زوجها بمال حرام الطلاق هيقع بس يرد المال اتنين شرط الثاني في العوض اللي هو المقابل اللي ياخد الزوج اللي يؤدي العوض إلى أمر لا يجوز زي مثلا إذا كان العوض هو خلوج الزوجة من مسكنها لو مسكن الزوجي أو التنازل للحضان لأن الحضان هنا حق للأبناء وليست حق للأم ولا للأب حق للأبناء وهي تكون للأم فبالتالي لا يجوز للمرأة أن يكون مقابل الخلع التنازل عن الحضان طيب إيه الأسار المترتبة على الخلع زي ما شوفنا الأسار المترتبة على طلاق الرجعي هنشوف الأسار المترتبة على الخلع فيه أسار بقى متفق عليها وأسار مختلف عليها الأول هنشوف الأسار المتفق عليها رقم واحد انفصام العلاقة بين الزوجين قد طلاق الباقي انفصام العلاقة يعني العقد التعزوج انتهى خلاص يعني ما يقدرش يرجعها الأسار الثاني المتفق عليه لزوم بدل الخلع في رقبة الزوج يعني هي الملتزمة بالبدل اللي هي حسب الاتفاق اللي اتفق عليه مثلا إذا كان ثلاثة عدم اقتران الخلع بشرط فاسد هذه الأمور الثلاثة متفق عليها ما فيش اختلاف فقي في الثلاثة أمور دول طيب إيه الأثار بقى المختلف عليها يعني فيه أكتر من رأي فيه رأي وفيه رأي الحقوق المرتبطة بعقد النكاح وحقوق عدم تأثير الخلع عليها زي النفقة يعني فيه رأي قال المرأة تأخذ نفقتها بالرغم من الخلع وفيه رأي قال لا ليس لها نفق خلاص عقد الزوج انتها وهي اللي مش عايزة ليس لها نفق عشان كده بنون دي اسمها ايه؟ أراء مختلف عليها ثلاثة الأولانين أراء متفق عليها الرأي التاني مقدار الفدية زي ما شفنا اختلف في مقدار الفدية فيه رأي قال ياخد اللي دفعه وفيه رأي قال ياخد أكتر من اللي دفعه فيه رأي قال ياخد اللي اتفق عليه فبالتالي مقدار الفدية من الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها بين الفقاء الفرق بين الخلع والطلاق على المال احنا بنلاحظ أو زي ما شفنا كده إن الخلع الرجل بياخد فلوس أو بياخد مقابل ماد مش شرط فلوس مقابل ماد والطلاق على مال برضو الرجل بياخد مقابل ماد طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هنا بياخد وهنا بياخد لا فيه فرق كبير جدا ننشوفه دلوقتي الفرق الأولاني تعريفه الأول كل من الخلع والطلاق على مال يزول بيه ملك النكاح لكنهم يختلفان من وجوه ملك النكاح يعني خلاص بائن بيننا صغرى يعني ما ينفعش إن الراجل يرجع زوجته نحفظ بقى ملك النكاح إن ما فعش يرجعها بمزاجه مش ملكه طيب الاختلافات الخلع سيغطيه لفظ الخلع الخلع بيتم بلفظ الخلع أما الطلق على مال بلفظ الطلق يعني هتديله مقابل مادة ولا أنت طالب يبقى اسمه طلق على مال لكن لو تديله وهي عازة تخلعه يبقى لازم بلفظ الخلع الفرق الثاني الخلع يسقط جميع الحقوق بين الزوجين على الآخر ليس لأحد على الآخر حق خلاص طالب الخلع تم أما الطلق على مال فلا يتم التنازل إلا على المال المتفق عليه بس نظير الطلق لكن المرأة لها كافة الحقوق في الطلق على مال يعني هيديته مقابل للطلق لكن لها حقوق كلها النفقة والمؤخر والحضانة وكل حاجة ومسكن الزوجي نمر الثلاثة الخلع لو كان على عوض نركز في دي بقى الخلع لو كان على عوض باطل زي مثلا المسلم زوجته تخلعه على خمر أو على لحم خنزير احنا عارفين الخمر ولحم الخنزير محرمين فهنا يعتبر ده مال إيه؟ باطل وقع الطلق بقنا يعني هيفضل زي ما هو حكمه طلق بقى تاني الخلع إذا كان على عوض باطل لم يتغير نوعه هيفضل طلق بقى أما الطلق على مال طلق على مال إذا كان على مال باطل هيتحول من طلق بقى إلى طلق رجع لابده فرق مهمة أوي بين الخلع وفرق دقيق والطلق على مال ايه هو إن الخلع إذا كان العوض باطل هيفضل زي ما هو بائن ما يقدرش يرجعها أما الطلاق على مال إذا كان العوض باطل هيتحول من طلاق بائن إلى طلاق رجعي وطبعا طلاق رجعي هنا الأصار كلها تختلف عن الطلاق البائن طيب بيتفقوا في إيه بقى الخلع والطلاق على مال يعني إيه اللي حاجات المتشبهة ما بين الخلع والطلاق على مال رقم واحد يشترط في كل منهما قبلوا الزوجة ليه قبلوا الزوجة عشان هي المتحملة للأثار المادية بتاعت سواء الطلاق على مال أو الخلع هي اللي عايزة اتنين يقع بهم الطلاق البائن في الحال يعني الاتنين حكمهم طلاق بائن الطلاق على مال طلاق بائن والخلع برضو يعتبر طلاق بائن وإن طلاق بائن يعني الرجل يفقد الملك يعني يفقد الملك يعني ما يقدرش يرجعها إلا بإرادتها يعني بعقد جديد ومهر جديد تلاتة العوض بقى في زمة مين الزوج لأن اللي مش عزاء طلقني لا مش أطلقك طلقني وديك كذا يبقى هنا العوض في رقابتها هي في زمتها طبعا يعني أخلعك مقابل إيه المهر فبالتالي هنا العوض بيكون في زمتها هي طيب إحنا كده خلصنا الطلقين لطلقنا الخلع شفنا الخلع إن الست بتتنازل عن حقوقها المادية مقابل إن الخلع يتم لإن الراجل رافض يطلق لكن في أسباب أخرى أسباب أخرى القانون والشرع والضحة يحق فيها للمرأة ودي آخر حاجة في المنحك يحق فيها للمرأة أن تذهب للقاضي اللي هو ليه الأمر وتقولي السبب هنا في الحالة ديت القاضي إذا فرق بينها وبين زوجها تحتفظ المرأة بجميع حقوقها يبقى أنا عندي دلوقتي لو بسكنا لتلت آخر مواضيع الطلاق ده بيكون من الرجل الخلع بيكون من المرأة طب المرأة عايزة تطلق بس تحتفظ بحقوقها يبقى فيه سبب هنا الخلع بتقول بس إن أبغضه من جر ما توضح السبب لكن الطلاق هنا عن طريق القاضي لازم يكون في سبب ونقول هي الأسباب ونقول هي أحكمها ونقول هي شروطها واللي هننهي بها المنهج بتاعنا النهاردة إن شاء الله أول حالة من حالات التفريق بحكم القاضي هو عدم الإنفاق حالة التانية الغيبة يعني زوجها غاب سافر واختفى وليس له أي أثر أو خبر الحالة التالتة العيب يعني الرجل به عيب مرض الحالة الرابعة سوق العشرة يعني سوق المعاملة الحالة الخامسة والأخيرة التزوج بأخر أول حالة عندي التفريق لعدم الإنفاق إحنا عارفين إن نفقة الزوجة واجبها شرعا على الزوجة المذهب الحنفي لا يجهز التطليق لعدم الإنفاق إحنا عندنا أربع مزاه الملكي والشافعي والحمبالي والحنفي المذهب الحنفي اللي إحنا جالبا بناخد به في مصر في معظم الأحوال الشخصية لا يجهز التطليق لعدم الإنفاق أما المزاهب السلاسة الأخرى اللي هو الشافعي والملكي والحمبالي أجازة طلاق لعدم الإنفاق إذا كانت أصلا النفقة واجبها على الرجل للمرأة عشان تقدر تعيش في الحالة ديتنا المرأة تذهب للقاضي وتطلب لها أن يطلقها من زوجها أو يفرق بينها وبينها زوجها بسبب امتناه عن الإنفاق القاضي علشان يستجيب للمرأة ويفرق بينها وبين زوجها لعدم الإنفاق لابد أن يتوافع شهرتين لابد أن يتوافع شهرتين واحد أن يمتنع الزوج فعليا عن الإنفاق على زوجه يعني فعلا توقف عن الإنفاق شرط الثاني أن الزوج ما يكونش ليه مال منقول ظاهر ليه مال منقول ظاهر عشان تبا نحجز عليه أنت عايزة إيه أنا عايزة أتطلق ليه ما بيصرفش عليها ليه مال آه عنده عربية وعنده محل تبا خلاص يا سيت نحجز على الحاجات ديت وتصرف منها يبقى هنا القاضي لن يستجيب إلى طلب المرأة للتفريق لعدم الإنفاق إذا كان للزوج مال منقول ولاس عقار منقول ظاهر احنا عارفين الفرق بين المنقول والعقار كلمنا فيهم كتير أجزى القانون للقاضي أن يطلق زوجة الغائب والمحبوس بسبب عدم الإنفاق يعني هو غاب وما بيبعدش فلوس أو واحد محبوس وما عندهش مال ينفق بيه على زوجته في الحالة هنا ديت يجوز للمرأة أن تلجأ للقاضي طالبة هنا التطليق ما نقولش طلبها التطليق لعدم الإنفاق لأن الطلاق بيبقى بياد الرجل التطليق بيكون غصبا عنه غصبا عنه يبقى عن طريق مين؟ حكم الطلاق على عدم الإنفاق يعني نوعه إيه؟ احنا شوفنا عندنا رجعي وباقين بينونا صغر وباقين بينونا كبر لو تفتكروا من شاء أنا قلت إيه؟ أن جميع أنواع الطلاق عن طريق القاضي هي باقين بينونا صغر إلا إلا الطلاق لعدم الإنفاق ده النوع الوحيد الذي يقوع القاضي ويكون حكمه أنه طلاق رجعي ليه؟ أن نفترض أن الراجل تيسر للحال جاله مال قدر يتحصل على النقود اشتغل وجيه فلوس خلاص يقدر يثبت للقاضي أنه عاوز ينفق على زوجته ويقدر ينفق على زوجته فيرجعها مدامة في العدة مدامة في العدة بقول الثاني يقع الطلاق الذي يقوعه القاضي لعدم الإنفاق رجعيا وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقع بها تطليق القاضي للزوجة طلاقا رجعيا وليس بقنا بس لها شرطين الشرط الأولاني زي ما قلت أن يثبت الزوج يساره يساره يعني مع فلوس قدرته المادية وقدرتي على الإنفاق الشرط الثاني أنه يقدر أو يعني استعداده لأداء النفق التي عليها تم ست لها نفقة قديمة يدفعها الأول يعني عندي هنا شرطين للرجعة شرط الأولاني أن يثبت الزوج يساره أنا عدي مقدرة وملاءة مالية شرط الثاني أقدر أدفع النفقة اللي علي النوع الثاني من أنواع التطليق أو التفريق بحكم القاضي هو التفريق بسبب الغيبة وده موجود في أحاديث نبوية عن رسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كتير جدا أن الزوجة ممكن تتضرر من غيبة زوجة بسبب الفتنة بسبب الخطورة بسبب الضرر وما إلى ذلك فبنقول إذا غاب الزوج سنة فأكثر هنا القانون حددها بسنة ولما بنقول القانون في الأحوال الشخصية فالقانون بيستمد نصوصه من الشرع والشرع يا القرآن يا الصنة طيب ونقول إذا غاب الزوج سنة فأكثر جاز للزوجة أن تطلب التطليق يعني زوجة غاب ما تعرفش أخباره ما فيش عنه أي تواصل خالص فالزوجة بتلجأ للقاضي وبتطلب التطليق بسبب الغيبة الشروط واحد أن تكون الغيبة بدون عزر مقبول يعني لا بيشتغل ولا طالع عشان مثلا يعمل دراسات أو طالع بيعمل أو بيتعالج أو ما إلى ذلك ما فيش عزر مقبول للغيبة اتنين أن الغيبة تكون سنة فأكثر يعني ما ينفعش الست جوزة مثلا جابت خمس ست الشهور تجري بسرعة التطلق لا القانون عمل حد أدنى حد أدنى لطلب التفريق للغيبة سنة فأكثر نمر الثلاثة صدور حكم قضائي نهائي بغيبة الزوج يعني ياخد حكم أن الزوجة ده خلاص غيب وانقطع أصر فبالتالي تاخد الزوجة الحكم ده وتروح للقادي وتطلب منه التفريق بسبب الغيبة كل هذا إذا كان غياب الزوج في بلد غير التي تقوم فيه الزوجة يعني سافر في بلد تاني لكن إذا كان الزوج بيغيب عن بيت الزوجية بس في نفس البلد يعني أنا أقيم يعني واحدة تقيم في القاهرة وزوجة برضو في القاهرة بس مقاطعها ما بيزورهاش مش قاعد معها إنه دي ما اسمهاش غيبة إنه بيكون التطليق للضرر تروح للقادي تقول له عايزة أتطلق للضرر لزوجي موجود وعارفة ما كانوا فين وفي نفس المدينة ولكن مقاطعني فده بيسبب لها ضرر سواء ضرر مادي أو ضرر معنوي فبتطلب التفريق للضرر وليس للغيبة طب المحبوس واحد خاد حكم بالحبس ما برضو ده يعتبر غائب عن زوجته هل يجوز للمرأة أن تطلب التطليق زوجها محبوس يجوز ولكن بشروط الشرط الأولاني إنه يكون خاد حكم مدة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات يعني لواخد سنة أو سنتين ما نفعش تطلب منه التطليق الشرط الثاني إن المرأة ترفع دعوة التطليق بعد سنة من تنفيذ العقوبة يبقى هنا الحالة دي فيها شرطين الأولاني إن الرجل اللي هو المحبوس ده يكون العقوبة بتاع الثلاث سنوات فأكثر الشرط الثاني إن المرأة تطلب الطلاق بعد سنة من تنفيذ العقوبة يبقى كده أخذنا حالتين للتطليق الحالة الأولى التطليق لعدم الإنفاق الحالة التانية التطليق للغيبة الحالة التالتة التطليق للعيب العيب يعني الرجل به مرض لا يرجى شفاءه وغير منتظر شفاءه من الأمراض ربنا يعافينا وعافيكم يا رب التي لا تشفى فهنا في الحالة ديت الزوجة أجاز الشرع والقانون لها أن تطلب التفريق بسبب وجود عيب في الزوجة بنقول أجاز القانون للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا ثبت أن به عيبا يحول دون معاشرتها يحول يعني يمنع معاشرتها يعني يعيش معه دون ضرر مثل الجنون والجزام والبرس هذه الأمراض ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من الأمراض التي لا يتستقيم مع الحائلة بضرر سواء كان ضرر معضي أو ضرر على حياة المرأة أو ما إلى ذلك فبالتالي إذا كان الرجل به عيب لا يرجى الشفاء منه جاز للمرأة أن تطلب التطليق للعيب وهناك ثلاثة شروط لذلك الشرط الأولاني أن يكون العيب مستحكما يعني لا يمكن البراء منه كالجزام فالجزام من الأمراض التي لا يسالها شفاء إلا من دون الله سبحانه وتعالى اثنين ألا يمكن المقام معه إلا بضرر كالمجنون المرأة لا تأمن يعني نفسها إذا كانت تعيش مع زوج مجنون ممكن يأذيها ويأذي أبناء الشرط الثالث ده مهم جدا ألا تعلم المرأة بالعيب عند العقد يعني أنت حضرتك لما كنت بيعقد عليك كنت عارفة أنه مجنون كنت عارفة أنه عنده جزام كنت عارفة أنه عنده برص في الحالة دي أنت راضية قبل العقد فبالتالي لا يحق لك أن تطلب التفريق بعد العقد إلا إذا كان في سبب أخر لكن ما تقوليش عايزة تطلق عشان عنده جنون تما أنت عارفة أنه مجنون عايزة تطلق عشان عنده جزام كنت عارفة أنه عنده جزام وده سابق فبالتالي هنا يشترط عدم علم المرأة بالعيب عند العقل طيب ايه نوع الطلاق؟ هو طلاق بائن الطلاق للجيبة طلاق بائن الطلاق للعيب طلاق بائن الطلاق لعدم الإنفاق طلاق ايه؟ راجع طيب النوع الرابع من أنواع التفريق عن طريق القاضي هو التفريق للضرر وسوق العشر المرأة عندما تتزوج تتزوج لتستقرف بيتها الزوجة يعملها باحترام ويكرمها ويصونها بما يليق بها وبما علمنا الشرع وبما فرض علينا الشرع أن نحترم زوجتنا فبالتالي يحك للزوجة إذا اتدعت الضرر من الزوج يعني قالت أن في ضرر بين الزوج الضرر ده ممكن يكون باللفز بالضرب بالمعاملة بالكلام كل ده ضرر بيختلف من علاقة للأخر فلا أن تطلب من القاضي التفريق التفريق اللي هو التطليق يعني وحين أزين يطلقها القاضي طلق بائنا يعني نوع طلق إيه؟ طلق بائنا إذا عجز عن الإصلاح يبقى هنا التفريق للضرر لا يكون إلا بعد الإصلاح بيجيب الزوج ويحاول يصلح بينهم وبرضه بيجيب حكمين زي ما شفنا والحكمين دولت برضو بياخدوا مدة معينة خلال المدة دولت الحكمين بيحاولوا الإصلاح بين الزوج والزوجة هذه المدة لا تتجاوز ستة أشهر وللقاضي أن يملح للحكمين مدة أخر ما تزيدش عن ثلاث شهور يبقى القاضي بيجيب حكمين إذا الست راحوا طلبت منه تقول له عايزة التفريق أو التطليق عشان تزوق معاملة زوجي وطبعاً وبتسبت الكلام ده كله سواء بالشهود أو ما إلى ذلك القاضي ما بيستجبش على طول لها بيحاول يصلح يصلح إزاي؟ إنه بيعين حكمين يصلح بين الزوج والزوجة بيديهم ستة شهور حد أقصى وممكن يديهم ثلاث شهور أخرى إذا نجحوا في الإصلاح أهلاً وسهلاً كان بيها إذا فشلوا في الإصلاح طلقها القاضي طلقها واحدة ويكون طلاق باقي بينونا صغر ده النوع الرابع من أنواع التفريق أو التطليق عن طريق القاضي النوع الخامس والأخير واللي هننهي به حلقة النهاردة واللي هننهي به المنج بتاع مدة الأحوالي الشخصية إنه هو التطليق بسبب التزوج بأخرى بنقول من حق الزوجة إن زوجة يعشرها بالمعروف ومن المعروف عند الرجال إنه لا يتزوج على زوجته إلا بعلمها يعني يكون عنده من الجرأة إنه يعلم زوجته إنه هو تزوج عليها لأن التزوج على المرأة بدون علمها يعتبر غير معروف وليس من الرجولة في شيء نقول من حق الزوجة أن يعشرها زوجها بالمعروف ولا يتفق مع المعروف أو المرؤة أن يتزوج على زوجته دون علمها إضراراً بها خليك كده جريء وروح أقول لها أنا راح أتجوز بس خليك جريء يعني طيب تعدد الزوجات في حد ذاته لا يبيح التطليق لأنه ده حق للراجل تفاقني خلاص يعني مجرد أنك بتتجوز واحدة تانية ده مش معناه أنه خلاص مرتك لازم تطلق تطلق بشروط نقول تاني تعدد الزوجات في حد ذاته هو شيء مش حراب ولكن يحق للزوجة أنها تطلب التطليق ده حقه إذا كان حققت تتزوج بأخرى فمنحقنا للتطليق ولكن بشروط هنشوف أهي الشروط ده نقول وتعدد الزوجات في حد ذاته لا يبيح التطليق إلا إذا توافرت الشروط التالية واحد إن الراجل فعلا يكون تزوج بأخرى بعقد زواج صحيح وليس مجرد خطبة إذن خطبة امرأة أخرى وأنا متجوز لا يبيح لزوجتي أن تطلب التطليق لخطبة أخرى لا لازم يكون فعلا تجوز عليها بعقد زواج صحيح اتنين أن يلحق الزوجة ضرر مادي أو معنوي مادي يعني ما بقاش يصرف عليه معنوي يعني تأثرت نفسيا ومعنويا بسبب تزوج زوجها بأخرى عليها ده يعتبر ضرر قوي جدا أحيانا الضرر المعنوي يكون أقوى أقوى من الضرر المادي ثلاثة أن يكون الضرر الضرر ده اللي هو المادي أو المعنوي الذي لحق بالزوجة يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها في بعض النساء ببعندها من العزة ومن الشخصية ما يمنعها أن يتكون زوجة أو متزوجة من رجل يتزوج عليها في بعض النساء الأخرى تقبل فلاص لكن إذا كان بين أمثالها إحنا عارفين أمثالها دي تكلمنا عنها قبل كده في مهر المثل مهر المثل هو مهر امرأة من أهلها من أهل أبيها يكون نفس السن ونفس الموصفات الاجتماعية والتعليمية وما إلى ذلك إذا ما تفقش على المهر فبتاخد مهر إيه؟ المثل إنه نفس الكلام إذا كان بين أمثالها يعني بين شخصيات وحالتها وكينونتها في المجتمع ما ينفعش أن يكون زوجة من تزوج بأخرى في الحالة دي تحق لها أنها تطلب التطليق بسبب التزوج بأخرى الشرط الرابع أن ترفع الزوجة دعواها للتطليق خلال سنة من علمها يعني برضو القانون ما سبهاش مفتوحة بعد عشرين سنة مثلا جوزة من الجوزة عليها تروح ترفع دعوة للتطليق بسبب التزوج بأخرى لا يعني رترض مثلا جوزة من الجوزة بقوله خمس سنين وبعدين هي الست عرفت النهاردة نبدأ نحسب السنة من النهاردة خلال السنة دي من حقا أنا تطلب التطليق للتزوج بأخرى إذا فاتت السنة سقط حقها ده معناه أن هي رديت وده الشرط اللي بعد يبقى قال لتكون الزوجة قد رديت بالبقاء في عسمة زوجها صراحة أو ضمنا يعني الزوجة إذا رديت بالبقاء في عسمة زوجها صراحة أو ضمنا يعني رديت خلاص أن زوجها تزوج عليها هنا في الحالة دي تلاسى للحق للتطليق بسبب التزوج بأخرى الشرط السادس والأخير أن يعجز القاد يعني الإصلاح بينهما وهنا الطلاق بيعتبر طلاق باقي وبكده نكون خلصنا المنهج وسريعا نراجع مع بعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهار اتكلمنا عن الاختلاف في الراجعة بين الرجل والمرأة وشوفنا الافتراضات إذا كانت العدة انتهت ولا ما انتهتش وشوفنا إذا كانت الراجعة صحيحة ولا مش صحيحة وشوفنا أن الطلاق الراجعي هو الطلاق اللي بيقدر فيه الرجل مراجعة زوجته ما يدمت في العدة دون رضاها يعني دون عقد جديد ودون مهر جديد لأنها بتعتبر في حكم زوجته والراجعة برضو من الحاجات العزين وال resource قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل يعني يقولها راجعتك أو قد بالفعل يعني بأي فعل ممكن أن يصدر منها الزوج إلى زوجته وتكلمنا بعد كده عن الطلاق البائن وقلنا إنه هو نوعين وهنا بائن وكلمة بين يعني فراق بين في اللغة العربية معنها فراق والبائن هنا قلنا إنه هو نوعين بائن بينونا صغرى وبائن بينونا كبرى والبائم بينونا صغرى اللي هو بيبقى ليه حالات معينة الطلاق قبل الدخول الطلاق على مال الطلاق عن طريق القاضي وما إلى ذلك وقالنا أنه هو في هذه الحالة الرجل في الطلاق البائم بينونا صغرى بيفقد الملك ولا يفقد الحل يفقد الملك يعني إيه؟ يعني ما يقدرش يرجع زوجته إلى عسمته إلا برضاه يعني إيه برضاه؟ يعني عقد جديد وماهر جديد أما الأصار المترتبة عليه أنه أنت عقد الزوجية ونقصان عدد طلاقات الرجل وما إلى ذلك النوع الثاني من أنواع الطلاق برضو اللي اتكلمنا عنه احنا بس بنعمل مراجعة سريعة كده هو الطلاق البائم بينونا كبرى هو الطلاق اللي ليه حالة وحيدة وهي الطلقة الثالثة المكملة لثالثة يعني طلقة مرة واثنين ورحمة طلقة الثالثة وطبعا لازم تكون طلقات متفرقات مش في نفس الجلسة من المعروف عرفا برضو في القانون أن مهما تعداد الطلقات في نفس المجلس وفي نفس الوقت بتعدك أنها طلقة واحدة وده اللي بتاخد بيه في مصر هنا يعني إذا حد من الرجل قال له زوجته أنت طالق 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 في نفس المجلس بتعد طلقة واحدة لكن عشان تعد طلقات متفرقة لازم اختلاف المكان والزمان يعني يقول لها أنت طالق ويخرج ويشرب شاي ورجع تاني وانت طالق لا كده بام اتن واكس إذن عشان نقول أن دي طلقة تالتة لازم تكون التالتة فعلية من حيث المكان والزمان دي بترتب عليها أن الرجل بيفقد الملك والحل زي ما اتفقنا يعني لا يستطيع أن يرجعها حتى لو هي عزل أنها صبحت محرمة عليه طب نوع التحريم إيه؟ تحريم مؤقت يعني مؤقت يعني ممكن ترجع له إذا زال السبب احنا نفتكر مع بعض التحريم نوعين مؤبد ومؤقت التحريم المؤبد هو السبب لا يتغير أبدا مهما كان زي التحريم بسبب النسب والتحريم بسبب المصهارة والتحريم بسبب الرضاعة النسب زي أمي وبنتي وأمي طول عمرها تفضل أمي بنتي طول عمرها تفضل بنتي فبالتالي ده تحريم مؤبد المصهارة زي أم زوجتي بنتي زوجتي زي أنا تزوجت واحدة عندها بنت أو أم زوجتي فأمها تبقى في حكم أمي بنتها تبقى في حكم بنتي ده برضو تحريم مؤبد الرضاعة أمي من الرضاعة وأختي من الرضاعة ده برضو يعتبر تحريم مؤبد أما التحريم المؤقت لما نفتكر كده مع بعض اللي هو ليه سبب معين هذا السبب قد يتغير هذا السبب قد يتغير فبالتالي هنا سبب التحريم يروح زي المرأة التي ليس لها دين سماوي التزاوج بخامسة أخت الزوجة المطلقة سلاسا بالنسبة لمطلقة فبتحرم تحريم مؤقت وبعد ما اتكلمنا عن اطلاق البائم بيننا كبرى اتكلمنا عن الخلع وقالنا ان الخلع هو الطريق اللي ربنا خلاه للست في حالة اذا ان الزوج رفض او تكابرة او رفض ان يطلقها كنوع من انواع العقاب لها وهكذا فلا طبعا المرأة من حقا ان هي تنتهي من هذه العلاقة الفاسدة هذه العلاقة الجير مريحة عن طريق ان بتطلب الخلع الخلع هنا طالما انت اللي طلبك كده يبال لازم تتنازلي وقالنا ان الخلع هو ان المرأة بتفتدي نفسها ببدل هي بتدفعه للزوج مقابل الخلع والخلع اعتبر طلاق بائم بينونا صغرى وقالنا طلاق بائم بينونا صغرى يعني ما اقدرش الراجل ان هو يرجع زوجته الا برضا والحكم اللي صادر في الخلع هو حكم نهائي برغم ان هو حكم اول درجة بس بيعد حكم نهائي بسبب طابعته انه ما ينفعش القاضي يطلقها بسبب الخلع والزوج يرجعها يبقى بالتالي هنا الحكم ليس لاقيم وطبعا هذا جير صحيح ان الحكم الذي يقع عن طريق القاضي في الخلع هو يعتبر حكم او طلاق بائم وشفنا البدل في الخلع قلنا عندنا ثلاث حالات اذا كان الكراها من الزوجة فيحق للرجل ان يأخذ ما يتم الاتفاق عليه حتى ولو اكتر اذا كانت الكراها من الاتنين فالرجل ياخد اللي دفعه بس اذا كانت الكراها بسبب الزوج فقلنا يقرأ انه يقرأ لانه هو سبب في انه هو طلبة هذا الخلع قلنا ان الخلع والطلاق على مال بيتطافقوا في امور ويختلفوا في امور بيتطافقوا في امور انه يقع الطلاق بيهم بائنا بيتطافقوا في امور ان بدل الخلع فراقة بتزوج بيختلفوا في ايه في الاثار زي النفقة في ناس قالت المرأة لها نفقة وناس قالت لا يعني رأي فقي كده ورأي فقي كده اختلفوا في ايه ان الخلع اذا كان على عوض باطل وقع زي ما هو بائنا يعني اذا كان الخلع على خمر او على لحم خنزير بقى زي ما هو بائنا اما الطلاق على مال اذا كان على عوض باطل تحول من بائن الى رجل لان العوض هنا ايه باطل وبعد كده اتكلمنا ان القانون والشرع اتاح للمرأة اذا رفض الزوج الطلاق او اذا هي متمسكة بحقوقها وكان هناك سبب وكان هناك سبب لطلب الطلاق بتلجأ للقادي باعتبار ان القادي هو ولي الامر وبتقول له عايزة اطلق وتكلمنا في خمس نقاط مهمين جدا جدا يعني الامتحان لا يخلو منهم ابدا لازم تيجي حاجة منهم وقلنا عن التفريق لعدم الانفاق وقلنا ان المذاب الحنفي لا يجهز التفريق لعدم الانفاق ولكن المذاب التلاتة الاخرى المالكي والشافعي والحمبالي اجازة التطليق لعدم الانفاق وهو طلاق راجعي ده الطلاق الوحيد الذي يقعه القادي راجعي واتكلمنا عن التطليق بسبب الغيبة والتطليق بسبب العيب والتطليق بسبب تعدد الزوجات وبكده نكون خلصنا المنهج بتاعنا واتمنى لكم كل توفيق ونجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته